لا شك أن أندرس فوغ رسموسن سيحتاج إلى كل خبراته السياسية والديبلوماسية التي اكتسبها خلال عمله رئيسا للوزراء في الدنمارك في منصبه المقبل إذ أنه سيبشر عمله الجديد أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي في الأول من شهر أغسطس بعد أن كان قد انتخب له خلال القمة اليوبيلية للناتو في أبريل الماضي على الرغم من تحفظ تركيا وتشكيكها في قدراته رسموسن الذي سيخلف ياب ديهوب شيفر سيواجه تحديات كبرى يعد الملف الأفغاني أصعبها خصوصا أن الانتخابة الرئاسية هناك ستجرى بعيد تسلمه مهمة أعتقد أن أهم ثلاثة مواضيع في أجندته ستكون أفغانستان ثم أفغانستان ثم أفغانستان ذلك طبعا نابع من أهمية الموضوع لكن بالتأكيد هناك مواضيع أخرى ذات أهمية للناتو واعتقد أن من بينها العلاقات بين الحلف وروسيا صعوبة الملف الأفغاني تكمن في إقناع الدول الأعضاء في حلف الناتو وعددها 28 برفع عدد قواتها المشاركة هناك الأمر الذي أخفق فيها الرئيس الأمريكي حتى الآن رغم كل جهوده أما بخصوص العلاقات مع روسيا فإن التحدي يكمن في اتقاء شرها خصوصا بعد حربها الأخيرة على جورجيا يجب عليه أن يطمئن الروس بأن الناتو حليف لهم من مصلحته أن يرى روسيا شريكا خصوصا في الملفات التي تهم الطرفين وفي نفس الوقت يجب عليه أن يطمئن أعضاء الحلف أنفسهم ويقنعهم بهذا الأمر ومن بين المواضيع الأخرى التي سيضطر راسموس لمعالجتها مشكلة القرصنة في السواحل الصومالية ومكافحة الإرهاب الدولي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وأيضا الإصلاح العسكري داخل الحلف الأطلسي بدرودين الصائغ بي بي سي